مرحلة المراهق مرحلة المراهقة اللي يحتاج فيها المراهق إلى اهتمام كثير وحب لما نقول حب شنو نقصد شلون أنا أوظف الحب عند أبنائي الحب أني أكون منصتة أستمع له ما أقول له والله ما عندي وك تسمع لك أنا والله مشغول ظروفي أبنائنا المراهقين يحتاجون إلى إنصات لأن فترة المراهقة يعتبر بالنسبة لهذه مرحلة جديدة وهو بيوم وليلة شعر أنه هو كبير بيوم وليلة شعر أنه هو رجل وبيوم وليلة شعرت أنه هي امرأة فتحتاج إلى من يوضح لها هذه المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية اللي فيها الحوار يكبر ويكون خاص بين الوالدين وأبنائهم المراهقين فإذا كان الوالدين منصتين ومستمعين إلى أبنائهم الانصات يكمن في المشاعر يكمن في مشاركة الأحاسيس ما في أن يكون والله يقول كلمتين وأنا أقاطع ولا أقول لا والله ما عندك سالفة يعني اش دعوة كل هذه البالقت ولا بعض المصطلحات اللي حين أشوفها بين الأمهات أنت لا تسيرين وايد الدراما كوين أنت لا تسيرين وايد يعني تعانين من لا تسيرين حساسة وايد خلوها طبيعة هذه المرحلة فيها هذه التغيرات النفسية والانفعالية اللي تحتاج إلى الانصات كذلك يحتاج من المراهقة إلى الاستماع من خلال رفع الثقة بالنفس طبعا أنا لما أكون مستمعة وأكون مصطة لأبنائي أرفع من مستوى الثقة بالنفس طبعا الثقة بالنفس أني أكون أبتعد عن سلوب المقارنة يعني دون مقارنة مع أي أحد يعني حاول تقارن المراهق بسلوكه نفسه أوهو نقولها تذكر العام ما شاء الله كانت درجاتك وايد أحسن من هالمرة أنا أدري أن أنت ما شاء الله عليك متميز وأدري أن أنت شاطر يمكن كنت وقتها كنت تعبان وقت الاقتبارات أو أن ما كان هو نفسه المدرس أو المعلمة اللي كانوا بالسنوات السابقة عشان شدي ما كنت مثلا بهذه الدرجة لما نحتاج إلى رفع مستوى الثقة بالنفس كذلك التشجيع يعني شلون التشجيع؟ يعني لما يعطي مثلا سلوك معين أشجعه بارك الله فيك أحسن ما في إنسان ما يغلط ما في إنسان ما يمر بأخطاء إحنا الكبار قاعدين نغلط إحنا الكبار قاعدين يصير في عندنا هفوات فطبيعي جدا أنه هو يغلط أنا أشجعه على الاستمرارية أشجعه على الممارسة في هذه خنقول اكتشافة لقدراتها لنفسها فبالتالي هذا المراهق يحتاج إلى ما يسمى بالاستقلالية والمسؤولية هذه تعتبر أحد الاحتياجات المهمة في سن المراهقة في سن المراهقة يحتاج المراهق إلى أنه يشعر باستقلاليته في احتماده على نفسه أنا كولية أمر أعطيهم بعض المسؤوليات لكن ما أبدي ألومة أو أبخة أو أني أقول له لا وهذا غلط واللي أنت سويته فطبيعي جدا أنه يغلط وطبيعي جدا أنه يمارس حياته لكن أحتاج من ولي الأمر أنه يعطيه جانب من الاستقلالية شنو نقصد بالجانب من الاستقلالية الحين أنتوا عارفين يعني ما شاء الله التكنولوجيا اللي أغلب أبنائنا عندهم الأجهزة الذكية لما يحط له مثلا الرقم السري أو الباسورد أو عنده مثلا خنقول بعض البنات يصير عندهم بعض الكتيبات اللي فيها نوع من اليوميات يكتبون فرسالتي حق الأم ورسالتي حق الأب لا تحاول تبحث في خصوصياتهم لا تكفلين دارتش لا تليفونك لازم أعرف الرقم السري ما له شنو كتبتي شنو سويتاي شنو صار المتابعة تختلف عن اللي هو يعني أنا أجرد أبناء المراهقين من خصوصيتهم أو من استقلاليتهم نحتاج منكم كأولياء أمور أن نعطي هؤلاء أبنائنا جانب من الاستقلالية جانب من الخصوصية حتى يستطيعون أن يشعرون بأنهم بدأوا ينتقلون بمرحلتهم من الطفولة إلى المراهقة فاصل ونرجع لكم رجعنا لكم بعد الفاصل مع احتياجات المراهق استكمالاً لاحتياجات المراهق هناك حاجة مهمة جداً بالنسبة للمراهق وهي حاجة النصح والتوجيه بعض أولياء الأمور يعتقد بأنه أنه لازم على دوره أن الصبح يقوم من النوم يوجهه يرجع من المدرسة يوجهه قبل ما ينام يوجهه وين ما قبل لا يطلع ينصحه يوجهه يعني نشوف أنه يومه كله يقضي في أنه هو يوجه هذا الأبن لما نحن نحتاج أن نوجه أبنائنا يفترض أن هناك اسلوب هادئ يعني المفروض من خلال قاعدة مثلاً عائلية يطرح التوجيه والنصح بشكل عام ما أتكلم بشكل خاص أنت يا فلان لا ترى سويت غلط أو لا وقعد أكلم جدام أخوانا هذا اللي سويته هذا غلط هذا اللي سويته المفروض أنت ما تسوي أنت المفروض أنت حين كبار بدأ يصير عنده بعض عدم الثقة في النفس بأنني أنا قاعدة أقارنة أو أني أنا قاعدة أستهزئ فيه بطريقة غير مباشرة أمام أخوانا فالنصح والتوجيه يجب أن يكون بصورة جماعية ومعلنة للجميع دون تخصيص لشخص واحد إلا إذا كانت فيه مشكلة معينة إذا مثلا صار فيه استدعاء مثلا من المدرسة والله صار فيه شكوة معينة من قبل إدارة المدرسة تعال والله يا ولتي ولا تعال يا بنتي نقعد مع بعض أقعد معهم بروحهم وأستمع لهم شنو أهم يبون شنو اللي صار ما فيه أي مشكلة عطهم الأمان أهم يحتاج المراهق أن أنت تعطيه الأمان علشان هو يقدر بدال ما وين يروح بدال ما يروح لأ حق أصدقاء بدال ما يروح حق اللي ممكن مع الأسف الشديد يسمونه أصدقاء السوء اللي يعطونا كل ما يبيه وفي النهاية يفقد السيطرة ولي الأمر على ولده نحتاج أيضا كذلك فيما يسمى بالاهتمام بشؤون المراهق شنو يعني نقصد الاهتمام بشؤون المراهق المرات عيالنا يقعدون يصرفون معنا والله صار شتي بالمدرسة ويتكلم تلقى الأبو ما لا أخلق يعني الحين أنا يا يتعبان وأنت بتسولف لي عن ربعك بالمدرسة أوكي تلقى ممكن يقعد ثاوب ماسك تليفونه يتكلم مع الولده وهو قاعد يطالع التلفزيون فإحنا نحتاج أنه شوية يسيب فيه تواصل بصري التواصل السمعي مشاركته لها صد شذي اللي صار والله هذا المفروض ويعطيه بعض التشات الخفيفة أو النصائح الخفيفة اللي هي تكون غير مباشرة لأن إذا كان عندي أنا والله قاعد أوجه بصورة شني معلم ما رح يتلقى مني أو ما رح يتقبل مني أبنائي ما رح يتقبلون مني توجيهاتي فأنا دائما أستغل حتى مثلا أذكر له ما والله صار فيه موقف سابق على سبيل أيام ما كنا صغار مرينا بتجربة فإحنا كلنا مرينا من الطفولة إلى المراهقة مرينا بتجارب هذه أمور لا تقارن نفسك فيهم ممكن تكون أنت شخصية أو هما شخصية أخرى فبالتالي نحترم الاختلاف بشخصياتنا حتى لو أهما أبنائنا يعني مروا بأخطاء فمن حقهم أنهم يخطؤون ومن حقهم أيضا أنهم يتلقون مننا النوصح وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا نشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر